قلاب على الدستور والشرعية في تاريخ عيد الجمهورية وبعد 11 أسبوع من الأعلان عن القرارات الإسطنائية أدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمينة الدستورية لتدخل تونس حقبة جديدة من الحكمة وتعتبر الحكومة الجديدة هي حكومة الرئيس أساسا حيث ستكون مسؤولة أمامه وهو من سيحدد سياستها ويرأس مجلس الوزراء بحسب الأمر الرئاسي الذي أصدره قبل فترة وعلق بموجبه الدستور هي حكومة استثنائية شكلا ومضمونا يتم تشكيلها دون استشارة الأحزاب ولا محاورة المنظمات الوطنية لتكون فيها الكلمة الفصل للرئيس دون سواه التركيبة الحكومية بدورها تحوم حولها عديد التساؤلات خصوصا وأنها تتضمن أسماء قريبة من دائرة الرئيس أولها وزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي يعرف بقربه من الرئيس وولائه لهوة باعتباره أيضا من بين الشخصيات التي قادت حملة سعيد خلال الانتخابات الرئاسية في 19 والفين خصوصا في مناطق الساحل وقدروا في ذا في السابق من منصب رئاسة الحكومة لكن يبدو أن سعيد متمسك به ليقلده هذه المرة منصبا يحتاج إلى تناغم كبير مع القصر هذا وذكر التقارير عدة أن مالك الزاهي الذي تم تعيينه وزيرا لشؤون الاجتماعية عمل بدوره في الحملة الانتخابية لقيس سعيد في منوبا فهل تعد مثل هذه التعيينات تمهيدا لإعادة تونس إلى منظومة العائلة الحاكمة؟ رئيسة الحكومة نجل أبو دنل غير معروفة في الأوساط السياسية كما لا يعرف عنها انتماء سياسية ولا خبرات في إدارة ملفات اقتصادية تواجه تحدية عدة خاصة أن الوضع الاقتصادي المترد في البلاد يعد من أولى الملفات المطروحة على طاولتها فالجانب الاقتصادي يعاني منذ عقد من الزمن بسبب غياب الاستقرار السياسي الذي لا يزال يضعف رغبة المستثمرين والمانحين الدوليين في دفع الأموال إذ يبلغ معدل النمو الاقتصادي في البلاد سنويا ما بين سنة 2010 و2020 حوالي 0.6% وبسبب الجائحة سجل في عام 2020 انكماشا بنسبة 8.8% فضلا عن تأثور قطاع السياحة الذي كان يمثل 14% من الناتج الداخلي الخام والذي تضرر بشكل كبير وفي ماي الماضي عاد تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوذ مع صندوق النقد الدولية سعيا للتوصل إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول هذا العام على 3.3 مليارات يورو مقابل وعود بإصلاحات يبدو أن الالتزام بها أصبح أصعب من السابق لكن المفاوضات توقفت منذ أعلان سعيد للإجراءات الاستثنائية هذا على غرار ارتفاع نسبة المديونية لتتجاوز 80% وأضحى تونس بذلك تقترض لسداد الديون ودفع أجور الموظفين فهل ستستجب هذه الحكومة لتطلعات التونسيين أم أنها مواصلة لقديم متجدد ومراكمة لوعود ستبقى معلقة كما علقت وعود الحكومات التي سبقتها